نفذ موظف ديوان عام محافظة تعز اليوم الأحد وقفة احتجاجية تنديدا بقيام مسلحين موالين لحزب الإصلاح الإخواني باقتحام مبنى المحافظة بقوة الصلاحة وإخراج وكلاء المحافظة والموظفين من مكاتبهم بالقوة وكان ضباط وأفراد من الواء 22 ميكا الخضع لسيطرة الإخوان بقيادة بكر صادق سرحان وعبد الحكيم الشجاع اقتحموا الخميس مبنى السلطة المحلية في مدينة تعز واعتدوا على الموظفي المحافظة وقاموا بطردهم من المبنى وحطموا النوافذ والأبواب في حادثة اعتداء اللاقة انتقادا واسعا بين النخب المثقفة في البلاد وعلى نفس الصعيد قال المصور الصحفي نائف الوافي أنه تلقى تهديدا بالقتل من قبل الضابط في الواء 22 ميكا الذي اقتحم حديقة للنساء صباح اليوم وقام الوافي بنشر صور الاقتحام وأضف الوافي في بلاغ على صفحته في فيسبوك لنقابة الصحفيين والجهات الأمنية اتصل الآن محمد الرامسي يهددني بالقتل شخصيا بسبب كتاباتي لحادثة اقتحام الحديقة المائية ويشتمني ويشتم أهلي بألفاظ بذيئة ويهدد كل من يكتب عليه بالقتل